ثانيا دخل أحد أقارب العم ميسك المستشفى يوم الاثنين في الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة صباحا وخرج منه سليما معافى يوم الجمعة من نفس الإسبوع في الساعة الثالثة عشر وثلاثون دقيقة وخلال فترة إقامته تناول المريض الأدوية التالية ألف مشروبا بمعدل ثلاث جرعات في اليوم تبلغ الجرع الواحدة إثنان فاصل خمسة سنتيلتر علما وأنه لم يتناول في اليوم الأخير إلا جرعة واحدة وأن المشروب معلب في قوارير سعة الواحدة عشرون سنتيلتر باء حقنا بمعدل حقن كل ثماني ساعات سعة الحقن الجملية بسنتيلتر ستة وستون وأنه حقن أول حقن بعد ثمانية ساعات من ساعة دخوله المستشفى جيم حبوبا كتلتها الجملية ثمانية وثمانون ديس غرام كتلة الحب الواحدة منها خمسة فاصل خمسة ديس غرام أحدد بسنتيلتر كمية الدواء المشروب الذي تجرعه المريض خلال فترة إقامته بالمستشفى الإجابة فترة الإقامة من الاثنين على الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة إلى يوم الجمعة على الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة يساوي أربعة أيام يساوي أربعة وعشرين ساعة في أربعة يساوي ستة وتسعين ساعة ونضيف إليها الأربع ساعات المتبقية ليوم الجمعة من الساعة التاسعة وثلاثون دقيقة إلى الساعة الثالثة عشر وثلاثون دقيقة لنتحصل على مدة إقامة تساوي أربعة أيام وأربع ساعات يساوي مئة ساعة كمية الدواء المشروب الذي تجرعه المريض خلال فترة إقامته بالمستشفى ساعة الجرعة الواحدة في عدد الجرعات باليوم الواحد في عدد الأيام مع ساعة واحد جرعة التي تناولها في اليوم الأخير إثنان فاصل خمسة في ثلاثة في أربعة مع إثنان فاصل خمسة يساوي إثنين وثلاثين فاصل خمسة سانتي لتر أحدد عدد قوارير المشروب المستعملة والكمية المتبقية في آخر قارورة الإجابة عدد قوارير المشروب المستعملة كمية الدواء المشروب خلال فترة إقامة المريض بالمستشفى على ساعة القارورة الواحدة إثنان وثلاثون فاصل خمسة على عشرون يساوي واحد فاصل ستمائة وخمسة وعشرون قارورة واحدة وستمائة وخمسة وعشرون من مئة سانتي لتر الكمية المتبقية في آخر قارورة ساعة القارورة إلا ستمائة وخمسة وعشرون من مئة سانتي لتر عشرون إلا ستمائة وخمسة وعشرون من مئة يساوي تسعة عشر فاصل ثلاثمائة وخمسة وسبعين سانتي لتر أحدد ساعة حقنه بالحقن الأخيرة الإجابة ساعة الحقن الأولى ساعة دخول المريض إلى المستشفى زائد ثماني ساعات تسعة وثلاثون دقيقة مع ثمانية يساوي سبعة عشر وثلاثون دقيقة نواصل على نفس المنوال أي أن نزيد في كل مرة ثماني ساعات لساعة الحقن التي سبقتها كي نعرف ساعة حقنه بالحقن الأخيرة خلال فترة الإقامة أربعة أيام وأربع ساعات يساوي مئة ساعة تسعة حقن الأخيرة خلال فترة الإقامة بالحقن الأخيرة حقنه بالحقن الأخيرة تمت على الساعة أحدد عدد الحبات التي تناولها المريض كل 24 ساعة الإجابة عدد الحبات الجملية كتلة الحبوب الجملية على كتلة الحب الواحدة 88 على 5.5 يساوي 16 حبة عدد الحبات التي تناولها المريض كل 24 ساعة عدد الحبات الجملية على عدد الأيام المقضى بالمستشفى 16 على 4 يساوي أربع حبات يومياً ترجمة نانسي قنقر